مرزن إخباري من أيتون تفير نيوز أهلا بكم فادت مصادر محلية عراقية قبل قليل أن الأجهزة الأمنية تستخدم الرصاص الحي بكثافة ضد المتظاهرين في العاصمة بغداد إلى ذلك قتل أربعة متظاهرين خلال احتجاجات وقعت الليلة الماضية أمام مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب بغداد حسب ما أهلنت مصادر طبية عراقية وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي باتجاه متظاهرين حول إحراق مبنى القنصلية والتي يتهم المحتجون بأنها تتبع لبلد مسؤول عن نظام سياسي الفاسق في العراق قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلان جراء غارات شنتها مقاتلات الحكومة السورية على تجمعات سكنية في منطقة خفض تصعيد شمال غربي سوريا وذلك حسب ما ذكرت مصادر صحفية محلية هناك وتضيف المصادر أن الهجمات الجوية شنت على قرى بشري وزيزون وهجانودية وشيخ سنديان ضمن منطقة خفض تصعيد في إدلب هذا قتل أكثر من ألف وثلاثمائة مدني جراء هجمات الحكومة السورية وروسيا منذ أواسط أيلول سبتمبر من العام الماضي فضلا عن نزوح أكثر من مليون مدني يوصل متظاهرون اللبنانيون تحركهم ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهل الاقتصادي في البلاد وعمد البعض إلى إغلاق طرق رئيسية للضغط على السلطات ومنذ الساعات الصباح الأولى توجه عشرات الشبان والشابات إلى وصل العاصمة بيروت وقاموا بإغلاق جسر الرينج الرئيسي بجلوسهم في منتصف الطريق فيما أغلق آخرون الطريق الدولي بين بيروت وصيدة كما أبقت عدة مدارس أبوابها مغلقة منذ أسبوعين بالسبب انقطاع الطلاب عن الدراسة نتيجة حالة الأسيان المدني عنان الجيش المصري مقتلى ثلاثة وثمانين تكفيريا في شمال ووسط سيناء حيث يخوض مواجهات مع الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية وجاء في بيانا للجيش أن الجهود التي يخوضها منذ نهاية أيلول سبتمبر أدت إلى القضاء على ثلاثة وثمانين تكفيريا عثر بحوزتهم على خمس وستين قطعة سلاح مختلفة الأنواع طالما البعوث الأممي نيكولايم لادينوف الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوقف إطلاق الصواريخ صوب الجانب الإسرائيلي وخلال زيارة قام بها ملادينوف للقطاع اليوم أوضح أن إسرائيل ملتزمة بتثاهمات التهدئة وناقش ملادينوف مع الفصائل الفلسطينية ملف الانتخابات بحيث طالبت حركة حماس المبعوث الأممي بالضغط على إسرائيل للسماح بإجرائها في الشطر الشرقي من مدينة القدس قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الحكومة الإسرائيلية لن تسمح باستمرار حالة عدم الهدوء في محيط قطاع غزة ووصف كاتس الفصائل الفلسطينية بالميليشيا الإيرانية ما يقرب إسرائيل من الحسم العسكري كما حذر كاتس من انعدام الاستقرار السياسي في إسرائيل ما يضر بقدرة الدولة على العمل بشكل مناسب لمواجهة التحديات أكد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفضي أن إسرائيل ستفرج عن المعتقلين الأردنيين عبد الرحمن مرعي وهيبة اللبدي وأنهما عيدان إلى أرض الوطن ووضح الصفضي في تغريدة له على تويتر أن المملكة عملت بلا هوادة منذ اليوم الأول على إطلاق صرحهما في قضية سببت أزمة مع إسرائيل يذكر أن اللبدي خاضت إضرابا عن الطعام لحوالي أربعين يوما ما سبب تدهورا حادا في حالتها الصحية أعلنت إيران أنها باتت تنتج خمسة كيلوغرامات من اليوراني والمخصب يوميا أي أكثر بعشر مرات مما كانت تنتجه في شهرين أو قبل شهرين عندما أعلنت وقف التزامها ببعض القيود على برنامجها النووي جاء الإعلان عبر التلفزيون الإيراني على لسان نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي والذي أوضح أن بلاده صممت نموذجين جديدين لأجلسة الطرد المركزي المتطورة بدأ اختبار أحدهما تجمع ألاف الإيرانيين أمام مقر السفارة الأمريكية السابق في العاصمة طهران مرادلين شعارات مناهضة للولايات المتحدة وذلك بمناسبة مرور أربعين عاما على عملية احتجاز موظفي السفارة وخرجت مسيرة حاشدة في عدة مدن إيرانية فيما صرح قائد الجيش الإيراني لواء عبد الرحيموسوي في خطاب ألقاه بهذه المناسبة أن الولايات المتحدة ستواصل عدائها للشعب الإيراني نهاية الموجز شكرا لمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر